بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم طلابنا الكرام في رقائنا الخاص بمدلة المعيض المحاسبية الدولية اليوم بإذن الله هنأتعرف على الوحدة التاسعة وهي بتتعرف تعلق بالمعيار المحاسبة الدولة رقم 23 المتعلق بتكلفة الاقتراض هنأتعرف على مفهوم تكلفة الاقتراض ومفهوم الأصل المؤهل وكيفية المعالجة المحاسبية لتحميله بتكلفة الاقتراض وأنواع المعالجة المحاسبية وبعض التطبيقات على هذا المعيض تكلفة الاقتراض معيار محاسبي جديد رقم 23 بعالج الفوائد المصرفية اللي بتتحملها المنشأة بسبب حصولها على قروض وسبب الحصول على القروض أو لجوءها للقروض إنها احتاجتها في إنشاء أو تجهيز أو شراء أصول هذه الأصول بتحتاج لفترة طويلة من الزمن في التجهيز أو في إعدادها عشان هيك بنسميها أصول أصول إيش أصول مؤهلة أصول مؤهلة تحديد تكلفة الاقتراض هذي اللي احنا بنسميها قابلة للرسملة هي الفوائد والفوائد اللي تحملتها المنشأة لهذه القروض اللي لجأت إليها أو اللي اضطرت إليها بنطرح منها إيش؟ أي دخل ناتج عن استثمار هذه الأموال المقترضة يعني المال المقترض المال اللي اقترضته المنشأة لغاية تجهيز هذه الأصول حتدفع عليه فوائد الفوائد هي بنسميها إحنا تكلفة الاقترض لكن لو أنا هذا المال المقترض استثمرته أو استغليته بنفس الوقت وحصلت عليه إيراد هذه الإيراد بتتخصمه من التكلفة الأساسية للقرض حتى أطلع أنا إيش؟ نسميها تكلفة القرض القابلة للرسملة على الأصل المؤهل يعني هي القابلة إنه إحنا نحملها على الأصل المؤهل من أمثل التكليف الاقتراض عندي الفوائد والأعباء البنكية إضفاء الخصم أو العلاوة المتعلقة بالاقتراض مثل خصم إصدار السندات وعلاوة رد السندات إضفاء التكليف الأخرى التي تتحملها المنشأة من أجل الاقتراض أي تكليف تكون سبب في إن الحصولها على القرض فروق العملة التي تنشأ عن عملية الاقتراض بعملات أجنبية بشرط أن تكون هذه الفروق بمثابة تعديل لتكلفة الفوائد تكليف التمويل المتعلقة بعقود الإيجار زي ما مر معنا قبل هيك وذلك حسب نص المعيار الدولي رقم 17 الآن للأصل إنه إحنا حسب المعيار الاعتراف تعترف في التكليف هذي كمصروف لكن المعيار سمح لي إني أعاجه بحاجة اسمها المعالجة البديلة المعالجة البديلة وهي إنه نحمل الأصل بحاجة اسمها من رسم للتكليف يعني نحمل الأصل بهذه التكليف اللي هي تكليف الاقتراض اللي كانت للأصل كان سبب مباشر أو الأصل كان سبب مباشر في إنه لجأنا لهذا القرض حتى يتم إنشاء هذا الأصل قلنا عليهك إنه المعالجة المحاسبية عندنا نوعين اللي المعيار أعقرهم اللي هي المعالجة الأساسية وهي المعروفة ونبع المعالجة البديلة والمسموح بها اللي إحنا الطريقة الثانية في المعالجة الأساسية بتم إثبات تكليف الاقتراض كمصروف ما بنحملهاش على الأصل تعالج التكليف كمصروفات بغض النظر عن كيفية استخدام القروض استخدمناها لإنشاء الأصل لغير إنشاء الأصل مش مشكلة كل تكليف القروض تحمل بناء على المعالجة الأساسية وفق المعيار المحاسبة رقم 23 تحمل على أساس إنها تكليف فترة أو تكليف تحمل على الفترة مصروف فترة أما المعالجة المحاسبية اللي مسموح فيها وفق المعيار وهي المعالجة البديلة فسمح لي أني أرسمل تكلفة الاقتراض المتعلقة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل أحملها على الأصل أحملها على إيش؟ أحملها على الأصل الآن تحميل الأصل التكليف الإقتراض هذه لازم بده شروط إيش الشروط هي؟ إذا كان متوقع أن هذا الأصل يخلق لمنافع مستقبلية هذه التكلفة كلها لأننا تحملتها في إنشاء الأصل وتكلفة الاقتراض اللي أنا برضو حمل معاها هذه كل التكليف هذه تحملني لقدام تفيدني لقدام تخلق لمنافع اقتصادية أنا بأنشئ مبنى جديد نصنع معدات جديدة حنستخدمها في الإنتاج هذه كلها أصول مؤهلة بتخلق لمنافع اقتصادية أيش للمستقبل المسألة الثانية الشرط الثاني إذا كان بالإمكان قياس التكلفة بشكل يمكن الاعتماد عليه والوثوق به يعني إذا إحنا هذه التكلفة اللي بدنا نتحملها بدها تخلق لقدام توفر لقدام منافع اقتصادية مستقبلية وإذا الشرط الثاني إذا كان بالإمكان تحديد التكلفة بشكل معقول يمكن اعتماد عليه والوثوق به هذور الشرطين اللي يتحققوا سبب في أن أحمل هذه التكاليف اللي هي تكاليف الاقتراض أحملها على الأصل الآن وقت يحنا بتتوقف تحميل الأصل المؤهلة بتكلف الاقتراض اللي هي نسميها عملية رسملت التكاليف وقت يحنا بتتوقف بتتوقف في حالتين إذا ما توفروا لهذه الشرطين إذا ما توفرتش الشروط هذه والحالة الثانية إذا إحنا أتممنا استكمال جميع الأنشطة اللازمة لإعداد الأصل يعني وصلنا في الأصل لمرحلة هائية وخلص أنجزنا بعد هيك أي تكاليف حتى بنمتحملها على القرض لسه لفترة انتهاء من فترة القرض لا ترسمل على الأصل باقي نجي لتحديد تكلفة الاقتراض التي يمكن رسمالتها من السهل جدا تتحمل تكلفة الاقتراض على الأصل يعني رسمالت التكاليف رسمالت الفوائد كيف إذا كان إحنا هذا القرض أخذناه اقترضناه مباشرة وفقط للهدف إيش لإيش لإنشاء هذا الأصل أو لتجهيزه أو لإعداده إذا كان القرض مقترض مباشرة يعني هدفه الأساسي أنه عندنا إحنا بدنا ننشئ إيجينا اقترضنا الأصل عشان نعد هذا إيجينا اقترضنا القرض عشان نعد الأصل فهذا سهل إني أحمل تكاليفه وأرسملها على إيش على الأصل الحالة التانية بإنه نشوف إيش هي التكلف وإحنا ما لجأناش للإقتراض وأنشأنا هذا الأصل إيش التكاليف الممكن ما نتحملهاش فهذه هي الحالة التانية اللي يكون سهل معنا أنه نحمل تكلف الإقتراض عليها يعني الحالة الأولى بإنه إحنا هذا القرض أخذناه فقط لجأنا إليه لجأنا إليه بسببه كان إنه بدنا نعد هذا الأصل فلجأنا لهذا القرض والحالة التانية إنه في قروض لو إحنا ما لجأناش للقروض إيش المبالغ الممكن نوفرها في سبيل إنه جهز هذا الأصل فهذه الحالة إيش التانية في حالات صعب توجد فيها علاقة بين القرض والأصل عشان هي بكون صعب تحدد تكلفة القرض من هذه الحالات اللي هي حالات تنسيق أنشط التمويل في المنشأة بصورة مركزية حالات قيام مجموعة شركات بالإقتراض وبعد هيك هذه المجموعة تقرض مجموعة داخلية من الشركات اللي داخل المجموعة يعني مجموعة شركات تكتل مجموعة تكتل شركات مع بعض استالفوا قرض وبعد هيك هم نفسهم أقرضوا إحدى المجموعة أي إحدى الشركات اللي معاهم فهذه برضو من حالات اللي يصعب فيها تحميل تكليف الاقتراض على هذا الأصول حالات استخدام تسهيلات القروض الممنوحة بعملات أجنبية أو مرتبطة بتلك العملات دام القروض بالعملات الأجنبية أسعارها تكليفها تتذبذب فهذه حالات صعب نحمل فيها الأصل بهذا التكليف حالات ممارسة المجموعة نشاطها في ظل اقتصاد يعاني من التضخم الشديد طالما أن الأسعار ترتفع ارتفاع شديد فإحنا صعب نحمل فيها تكليف الاقتراض على الأصل حالات تذبذب أسعار الصرف الأجنبي فكل هذه الحالات اللي إحنا فيها صعب نحمل الأصل بتكليف الاقتراض أو نعمل عملية رسملة التكليف هذي بنرجع لحاجة اسمها التقدير الكمي نرجع لإيش للتقدير الكمي باختصار إحنا قلنا إنه لما بدنا نحدد تكلفة الأصل منطلع تكلفة التكليف القابلة للرسملة بنطلع تكلفة الاقتراض لتحملتها المنشأة خلال الفترة بسبب الاقتراض نخصم منها خصم الإرادة الذي يتحقق من الاستثمار المؤقت للأموال المقترضة لو إحنا هذه الأموال برضو استثمرناها يعني حاولنا نستغلها كونه في فائض في السيولة بنصل في النهاية لإيش لتكلفة الاقتراض الحقيقية اللي هي القابلة للرسملة على الأصل تكلفة الاقتراض حتى نستخرجها هي المتوسط المرجح لتكلفة الاقتراض المنشأة عن القروض القائمة خلال المدة تكلفة الاقتراض باختصار بناء على معدل الرسملة باستخدام معدل الرسملة وهو إيش معدل الرسملة هو المتوسط المرجح لتكلفة الاقتراض للمنشأة عن القروض القائمة خلال المدة وذلك بعد استبعاد القروض التي تم إبرامها خصيصا لغرض اقتناء أصل المؤهل معين لتكلفة الاقتراض لأن هذا الأصل اللي احنا اقترضنا له قرض خاص فيه هذا سهل نحمل لتكلفة عليه مباشرة لكن لما يكون أنا في عندي مجموعة قروض قرضين أو ثلاثة وأنا جيت في الفترة هذه أنشأت هذا الأصل هذا الأصل اللي احنا بده إجراءات بناخد له معدل الرسملة بنعمله معدل الرسملة وهو المتوسط المرجح لتكلفة الاقتراض لأنه عندي حيكون في قرض مثلا معدل فايدو 6% الثاني 8% فأنا في أي أساس بده أحمل الأصل على أي نسبة بده أحمل فبنعمل لحاجة إسماء المتوسط المرجح لتكلفة الاقتراض للقروض كلها القائمة خلال الفترة اللي أنشأنا فيها الأصل وبنحمل الأصل بناء على هذا المتوسط المرجح اللي هو المعدل الرسملة بعد ذلك بتكلمني عن تعليق الرسملة تعلق الرسملة إذا كانت في فعلا فترات طويلة لإعاقة التطوير الفعلي إذا إجت فترة انقطاع بنعلق فيها هذه التحميل الأصل بهذه الفوائد وبهذه التكاليف لكن إن كانت في فترات اقتراع وإقتطاع عن العمل أو توقف عن العمل وكانت هذه ضرورية وما فيش منها مفر فهذه الفترة بنحمل الأصل بهذه التكاليف يعني هنا بضرب للمثال بقول لي على سبيل المثال تستمر الرسملة خلال الفترة الإضافية اللازمة لنضوج المخزون أو الفترة الإضافية التي يؤدي ارتفاع منسوب المياه خلالها إلى عاقة بناء جسر هتخيل يبنى جسر فوق نهر والآن في فترة من الفترات الجسر للنهر في فترة بيعلى فيها المنسوب في الفترة هذه بتوقف العمل على في إعداد تجهيز هذا الجسر الفترة التي توقفت هنا ضرورية ما فيش فيها مجال ما فيش مجال إيش نتجنبها تمام؟ عشان هيك في هذه الفترة بنحمل ما بنعلق الرسملة بنتمنا نحمل هذه التكاليف على الأصل بنتمنا نرسملها إذا كانت مستويات المياه العالي أمر طبيعي خلال فترة الإنشاء في ذلك الإقليم الجغرافي طالما إنه الأمر طبيعي ما هوش حدث استثنائي فإحنا بنتمنا نحمل الأصل بإيش؟ بالتكاليف بتكاليف الإقتراض بنتمنا نرسمل للتكاليف هذه حتى لو أدى الظرف اللي إحنا فيه تعلق الإعداد لفترة مؤقتة متى تتوقف الرسملة؟ تتوقف الرسملة عند الاستكمال عندما نستكمل كل المشاطات الضرية لإعداد الأصل بشكل جوهري وخلاص ننتهي منه في هذه الحالة خلاص نتوقف عن رسملة الأصل حتى لو تم القرض إيش مستمر في ناحية الإفصاح البيانات اللازمة نافصح عنها لازم الشركة تفصح عن السياسات المحاسبية المتبعة في معالج التكاليف الإقتراض ومبلغ التكاليف الإقتراض المرسملة خلال الفترة وأيضا معدل الرسملة المستخدم في تحديد مبلغ تكاليف الإقتراض بعد ذلك سأتي إلى الأمثلة هنا مثالين في المثال الأول أرادة شركة الشرق للصناعات الكيميائية إقامة خط إنتاج جديد وقد توفر لديها مصادر التمويل التالية خلال عام 2003 قرض لمدة خمس سنوات بمبلغ 200 ألف دينار بفائدة سنوية 8% وذلك بتاريخ 1 أربعة 2003 وقرض آخر لمدة عشرين سنة بمبلغ 100 ألف بمعدل فائدة سنوية 10% وذلك بتاريخ 1 سبعة 2003 يكون السحب على المكشوف من أحد البنوك بمعدل فائدة متغير فإذا علمت أنه تم استخدام كافة المبالغ المقترضة خلال عام 2003 للحصول على أصول مؤهلة لاحظوا يا شباب قلنا إحنا في حالتين سهل الحالات التي فيها سهولة نرسم التكليفة أو نحمل تكليفة الإقتراض على الأصل اللي هي إذا كان القرض مقترض خصيصا للأصل فهذا الحالة أنا ما فيش عندي بعملش لا متوسط مرجح ولا معدل رسمة له بحمل التكلفة عطون مباشرة على الأصل لكن الحالة الثانية يكون أني أنا خلال الفترة في عندي قروض باخد لها إيش متوسطها المرجح لو أنا ما نشأتش هذا الأصل هذه القروض كان مش حما تحملها لو أنا أنشأت القرض هذا لو أنا أنشأت الأصل وما احتجناش هذا القروض وما احتجناش أموالها في هذه الحالة ما بنحمل الأصل فلإننا احتجنا أموالها بنشوف إحنا إيش القروض هذه اللي إحنا احتجنا أموالها إيش القروض هذه اللي إحنا احتجنا أموالها بنشوف إيش تكلفت أموالها هذه خلال الفترة اللي إحنا أنشأنا فيها الأصل وبنروح بنحمل هذه الفوائد تكليفها بالرسم لها على إيش على الأصل الآن إحنا في الحالة هذه في عنا خلال عام 2003 في الشركة عندها قرضين قرض مخداب 1.4 وقرض مخداب 1.7 خلال عام 2003 وفي عندها سهب عن المكشوف فقال لي إذا علمت أنه هذه الأموال المقترضة والمسحوبة عن المكشوف كلها تم استخدامها للحصول على أصول مؤهلة بلغ متوسط المبالغ المستخدمة من حساب السهب عن المكشوف هذا 20 ألف دينار كما بلغت الفوائد المحتسبة على هذا الحساب خلال العام المملغ 3500 دينار أداني قيمة الانسحب على المكشوف وهو باعتباره كأنه تسهيلات ائتمانية والفوائد اللي اندفعت عليها 3500 دينار المطلوب احتساب معدل الرسم له بناء على المعلومات هذه ايش هي التكلفة اللي احنا بناء اللي اتحملناها لهذه القروض الثلاثة بدنا ناخدها ونحملها على ايش على الأصول المؤهلة الموجودة عندنا فبنجي بنحسب الفوائد اللي دفعناهم عليها وفي النهاية هذه الفوائد بنشوف ايش معدل الرسملة تبعها ونضربه بنحمل الأصل بهذا المعدل فبنشوف عندنا الفائدة تعد عام 2003 في عندي القرض الاول قيمته 20 الف فائدته قديش لماذا قال لي هانا 16 الف 20 الف ضرب تمانية في المية معدل الفائدة بديني 16 الف ضرب 9 على 12 لماذا 9 على 12؟ لاني القرض ما اخذه في 1 اربعة فالفترة اللي استفدناها خلال السنة اكم شهر 9 اشهر ضرب 9 على 12 بتساوي 12 الف دينار القرض الثاني اللي هو 10 الف دينار المية الف هدول اخذناهم بمعدل 10 في المية في بطلع 10 تلاف ضرب 6 على 12 بتساوي 5000 دينار الفائدة اللي تحملناها والسحب على المكشوف قيمته 20 الف تحملناه لفائدة 3500 اجمال التكاليف اللي تحملناها 20 الف وخمسمية على اجمال المبالغ اللي توفرت لنا 320 الف اذا معدل الرسملة بنقسم 20 الف وخمسمية على 320 الف اجمال قيمة الفائد خلال عام 2003 على اجمال المبالغ المستخدمة من القروض وتساوي 6.406 في المية وهذا معدل ايش؟ معدل الرسملة فايجا بقول لي هيك احنا طلعنا له في النهاية طلب احتسب له معدل الرسملة في المثال الثاني قل لي عودة الى المثال الاول السابق ما القيود المحاسبية الواجب اثباتها في عام 2003 وذلك في حالة استخدام الشركة استخدام شركة الشرق للمعالجة المحاسبية الاساسية يعني في حالة انه حملنا التكاليف تحت الاقتراض هذه كمصروف للفترة كلها والمعالجة المحاسبية البديلة اللي احنا رسملنا هذه التكاليف على ايش؟ على الاصل لما نحمل بناء على المعالجة المحاسبية الاساسية زي ما احنا عارفين من حساب مصروف الفائدة حساب مصروف الفائدة المستحقة لانه لسه ما دفعناهاش لكن حملناها ايش؟ على الفترة اما في حالة معالجة المحاسبية البديلة فاحنا بنقول ايش؟ من حساب الخط الانتاجي اللي هو الاصل المؤهل اللي احنا بنعد فيه او بنجهزه الى حساب الفائدة المستحقة وهي نفس الرقم 6.04 ضرب اجمالة قيمة التموين اللي توفرت لخلال الفترة بطلعها نسبة التكلفة اللي احنا تحملناها كل كل التكلفة اللي احنا تحملناها خلال الفترة خلال الفترة واحنا بنعد الاصل بقى حملها كلها على ايش؟ على الخط الانتاجي او على الاصل المؤهل بهيك بيكون ان شاء الله انتهينا من هذه الوحدة وحدة سهلة وبصيفة وما بتحتاجش اي معاناة باذن الله تحيات لكم نلقاكم في الوحدة العاشرة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته